نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهريا حاشدا في مدينة بلطين بمحافظة كفر الشيخ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكد المشاركون تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ توليه السلطة كما أشادوا بدوره في تنكين المرأة والشباب فضلا عن إطلاقه لمبادرات حياة كريمة التي غيرت الحياة بقرى محافظات الجمهورية كأن الذي ساعدنا على هذا الحجد هو السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه بما اتخذه من قرارات وإجراءات تتعلق بالأزمة الأخيرة الخاصة بتدعيات الحرب على أهلنا في فلسطين تلك الوقفة الشجاعة التي وقفها السيد الرئيس أكدت أن مصر بها قائد وأنه لا يوجد في المنطقة وبحق وبموضوعية سوى قائد واحد هذا القائد الذي يحافظ على السوابت ولم يتخلى عنها طوال حياته كما لم تتخلى الدولة المصرية عن واجبها تجاه القضية العربية جمع عظيم وهائل من أبناء البرولوس مبايعة وتأليد للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المشوار خرجت جميع قوى شعب البرولوس وبلطيم أبناء محافظة كفر الشيخ في مسيرة لم تحدث من قبل وفي حضور غير عادي تأهيداً السيد الرئيس رداً للجميل رفتنا النهاردة بمستقبل وطن واتحاد شباب قفر الشيخ وحياة كريمة وتنسية شباب الأحزاب وكيان شباب مصر وجميع الأكيان الشبابية كانت موجودة والشباب الجامعة والشباب الخرجين كانوا موجودين لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي واحنا عايزين نقولولو كامل واحنا وراك واحنا ولادك مش هنسي